السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صلى الله عليه وسلم بسم الله نبدأ من مراجعة الوحدة الأخيرة عندنا في أول قاعدة في هذا الوحدة اللي هو reported speech يعني إعادة الكلام كلها كلها أغلبها بتكون بالماضي يعني لما يكون فيه she said ولا he said يكون على طول فيها ماضي نشوف هنا عندنا she said خلاص أنا أدري أن هنا إعادة الكلام فاختار على طول الماضي he said that he was إذا شفنا الواز والوير الفعل مع آين جي لو تفتحوا الكتاب بتشوفونا he said that he had been الفعل من هذا ترى الحالة هذا مش متكفرة عندكم بس الفعل بعد بين يجينا آين جي اللي بعدها فور she asked me if I لأنه نقل asked يعني سؤال فيكون بالماضي فما يكون is ولا am فالآي تيجي مع الواز aren't, isn't, doesn't, hasn't you اليوم ما تيجي مع الهاز ولا does ولا الاز تيجي مع aren't isn't, haven't, doesn't, wasn't you eaten lunch yet هنا بدأ من التصريف الثالث وعندنا yet أجل مع ال have have not هذا هم الثلاثة يجيك هاز ولا هاب ولا هاد والتصريف الثالث وما حميت اللي هي تو ready و just هذي كلهما بعض that's the restaurant هذا هو المطعم هنا نقول مش هو ولا وج where يعني المكان يكسدن هنا المكان نقول where الذي أكلنا فيه I can speak spinach fluently عندنا موافقة الرأي فيكون هنا عندنا I can تيجي so can I so can I I don't sleep early هنا الموافقة بس أنها اللي بيجي بالرفض وهي don't neither ونقلبها هنا I do تصير do I هذه أول واحدة neither do I I didn't like the pizza هنا مخالفة الرأي اللي هي I did هنا I didn't نقول I did هنا عندنا correct يعني صحح الخطأ he said he had دائما الفعل بعد had has have يكون تصريف الثالث مش فيه يكون I نجي نقول eaten اللي بعدها he asked how old I دائما he asked ولا he is said يعني عادة السؤال ولا الجملة يكون بالماضي ال I الآن يعني نحولها بالماضي وال I يجي مع what فينقول what three don't ما تيجي مع ال he يكون doesn't the picture was taking in the park who I used to play هنا عندنا مش هو نكتب نكتب where يعني المكان الذي كنت ألعب فيه I'm not tired either am I either تيجي في النهاية ويكون فيها نت صح ال neither هي اللي تكون موجودة فبدال اللي تكون في الأول فنكتب هنا neither هنا يكون neither اللي بعدها علي يصد يعني علي قال I learned English in Canada يعادة الكلام نقول he said he الآي ترهي he بدأ من الفعل الماضي بقول had had learned English in Canada هذا نفس المثال موجود عندكم بالكتاب I don't know the answer هنا مطلوب give short answer يعني نجاوبه باختصار يعني أنك بتجاوب بهالطريقة neither do I ولا I do ما يجيكم سؤال زي كذا يجيكم مطلقة محددة يعني أنك تخالف الرأي أو أنك مع الرأي اللي بعدها circle the odd odd يعني الكلمة التي تنتمي المجموعة هنا عندنا float اللي هو فيضان tornado اللي هو إحصار هنا earthquake اللي هو هزة أرضية هذه كلها كوارث طبيعية فcountry city اللي لا تنتمي للمجموعة اللي بعدها save يعني انقاذ rescue يعني انقاذ protect يعني حماية harm يعني أذى فهذا لا تنتمي المجموعة اللي بعدها الكلمات نضح في المكان المناسب must be يعني كثيرا من الناس still don't believe يعني إلى الآن لا يصدقون that global warming يعني الاحتباس الحراري was problem انه مشكلة earthquake يعني الزلزال float يعني الفيضانات tsunami are example of natural disaster هي أمثلة على كوارث طبيعية natural disaster quote يعني منها الحكمة is the word هي كلمات أو عبارات full of the wisdom يعني فيها حكمة that someone important said يعني يكون شخص مهم هو اللي قالها هنا نقسم هذه الكلمات لnatural disaster يعني كوارث طبيعية ولا تكون بالبيئة هنا tsunami float vulcano يعني هذي كلها كوارث طبيعية اللي هو تسونامي ولا الفيضانات ولا البركان هنا مشاكل البيئة اللي هو air pollution اللي هو تلوث الهواء و overfishing اللي هو الصيد بدون جدول يعني يسمونه الصيد الجائر اللي بعدها هنا عندنا الكلمات المتشابهة المعنى كلمة بروف يعني دليل هنا evidence يعني منها الشهادة تجو مع بعض bother منها ينزعج make the effort يعني الأصم اللي ما يسمع unable to hear غير قادر على السماء author يعني الكاتب author writer يعني اللي يكتب الجدول الثاني يعني كلمات opposite يعني كلمات متضاد عكس بعض healthy يعني صحي مع unhealthy يعني غير صحي formal يعني رسمي يعني مع informal يعني غير رسمي powerful يعني القوة مع powerless يعني أقل القوة والظاف wise man يعني رجل حكيم false يعني أحمق أو غبي عندنا هذا الصورة candidates يعني تصويت أو ترشيح pump يعني اليقطين pomegranate pomegranate يعني الرمان scan scan يعني أشعة universe يعني الكون أوراق مراجعة كثيرة أنا بثبت لكم تحت في التعليقات الموجودة أهم شي القرامر بعد كل فيديو أنا أحضر لكم أسئلها القرامر يعني القرامر إن شاء الله تمام لشي أستفيد أنا كلما جاتني أوراق عمل يعني أنتم خلال البحث والاختبارات تشوفو لكم أوراق عمل كثيرة لا ضيعوا نفسكم بكثرة الأوراق نركز نشوف الكلمات جديدة مثلا إذا في فرقات إذا في صور إذا في كلمات بس أما